بحب أرحب النهاردة بضيفي في مصر الجديدة الكاتب الصحفي لأستاذ مصطفى بكري منور أستاذ مصطفى ومساء الخير وكان فيه النهاردة جملة قالت في حوار مع وسيلة إعلام أمريكية لدكتور مصطفى عجازي بيقول يدعو الكل لقراءة اللحظة في سياقها مش عاجبوا طبعا رد فعل المتظاهرين ورفض قانون التظاهر أنت مقيم مسألة الاعتراض اللي بيسوقوا شباب الطيارات الثورية الغد الوقت ورفضهم للثوار إيه تقييم رفضهم للقانون يعني إيه رأيك يعني الحقيقة أنا سمعت كثير من المداخلات لبعض الرافضين للقانون المشكلة أنه لا أحد يناقش ملاحظات معينة وإنما يريدون إلغاء القانون من الأساس يعني الأخ اللي كان طالع معك من شوي بيقولك ما معناه أنه لا يعترف بالقانون اللي هو أحمد مهر لا يعترف بالقانون ومن معه من مؤيدية نعم لا يعترف بالقانون من أساسه يعني بالضبط كده شخص يريد فوضى فوضى بلا قانون زي ما قال دكتور حسام عيسى ما فيش بلد أوروبي ما عندهش قانون للتظاهر كل الدول الذيها قانون التظاهر وقانون التظاهر المصري إذا قولنا بقوانين التظاهر الأوروبية والغربية اللي هي في حالة استقرار نحن الأفضل نحن الأفضل طب وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية أستاذ مؤتز أولا نمرة واحد قانون العقوبات لا يعاقب على مرحلة التحضير يعني أنت بتحضر مظاهرة وبتروح وبتقلب وتعمل اتصالات وبتاعه ما فاش عقب نمرة اثنين أنت تعرف أن قانون العقوبات أيضا يعاقب على الجريمة للفرد ذاته للأمن يجب أن يوفر أدلة أن أحمد ده اللي كان في المظاهرة دي ارتكب جريمة واحد اثنين وثلاثة ما فيش حاجة اسمه شيوع فأنت النهار ده لم يبقى عندك قانون تظاهر الأمر مختلف لأن فيه ثلاثة أربعة بيقدموا بأساميهم طلب المظاهرة فالثلاثة دول هم المسؤولين اتنين أنا باحمل مظاهرة بهذا القانون أنا بحدد المكان الأمن بيحمي الناس عشان لا يحصلش اعتداء ثلاثة أنا باحمل مجتمع من خطر الفوضى بدل ما يجا روح نازل ما هو مزاجي بقى روح قاطع طريق أو أنا ماشي كده زي ما راحوا عند المجمع العلمي قبل كده وروح رامي حتة مولوتوف طالع على مش عارفية ويعمل كذا أنا باحمل مظاهرة ما هو المطلوب من المظاهرة المطلوب هو التعبير عن رأي معين كويس بعض هؤلاء الأطراف حابوا يعملوا اختبار للدخلية فعملوا مظاهرة ما عرفش اسمها كل فشار يعني حتى اسمه دنيء ومتردي ولا أخلاقي كل فشار حاجة كده يعني حاجة فالدخلية من حيث هؤلاء ينتظرونه ووفقت لهم قتلهم تعالوا وظلوا يجر وراء الأخ اللي مقدم المظاهرة تعال يا ابني خد التصريح أبدا ولا سائل لا احنا بنرفض من الأساس مش عايز التصريح فانت هنا قدام مجموعة فوضوية بتخدم مخطط خارجي وداخلي أنا الكلام عندي محدد وواضح كويس مخططات بقى دي يعني احنا معلش سيد مصطفى ما تزعلش مني سمعنا منها كتير ولم يحدث ان فيه اي حد اثبت لنا اي شيء ويسبت كله صحة والأيام الجاية هتثبت ما هو اكثر يا أخ معتز ايه بقى قولي ايه المؤامرة الدخلية فيه مشروع الشرق الاوسط الجديد فيه اولاد تدربوا في صربية وفي اوكرانيا وفي الولايات المتحدة فيه اموال تدفقت فيه مليار ومتين مليون جنيه اتصرفوا في البلد دي في الفترة من فبراير 2011 الى نوفمبر 2011 وكلها من مراكز امريكية المعهد الديمقراطي والمعهد الجمهوري ودي مراكز مرتبطة بالاستخبارات وتقدم تقرير لجنة تقصى حقائق وحكم على 43 واحد متورط في هذا الموضوع كلهم بالإدانة وفي مجموعة اخرى ستقدم الفترة القادمة طيب انا انا بنفي المؤامرة مؤامرة موجودة مصر مستهدفة دي واحد نمرة اتنين انت النهاردة بتعمل ده المصلحة مين انت بتعمل ده المصلحة الاخوان ولمصلحة مشروع الشرق الاوسط الجديد لانه انا لا افهم ان بلد النهاردة البنك المركزي مدي تحذير بعد اربع شهور مش هنقدر نستورد لا اكل ولا شرب ولا منتجات بترولية لان الاحتياطة الستراتيجي النقدة هيقع بعد اربع شهور الاحتياطة الستراتيجي النقدة الموجود دلوقتي ده لا يكفي الا اربع شهور اتنين انا عندي سياحة متعطلة الالف ولا الالفين واحد دول اللي انا بعمل حسابهم طب انا اعمل حساب اتنين مليون واحد شغالين في السياحة بيعولوا تمانية مليون من الاسر المصرية طب انا اعمل حساب الناس القلقة في بيوتها دي الناس التعبانة من اللي بيحصل اعمل حساب بواطن ماشي وفجأة يلاقي الطريق مقطوع هؤلاء المعتردين بيقولوا احنا بنقدم نفسنا في طليعة المتظاهرين وفي طليعة من يتعرض ربما للازى من قوات الامن من قوات الامن علشان المجتمع اللي قاعد في البيت ده يعيش في مجتمع افضل يعيش مين ده هما فوضوين ده هما بيدمروا المجتمع انا بقولك ما اللي يقولوا ما يا مقال ويا ما خدعونا ويا ما رفعوا شعارات ويا ما قالوا يسقط حكم العسكر ويا ما تآمروا على هذا البلد طب انت هتقبض على كل دول انا ما قبضش انا اللي يخرج عن القانون يتقبض عليه يا استاذ دي دولة اذا كان سادتهم الامريكان عملوا ما هو اكثر من ذلك امريكا حربت العالم كله او استاذ معتز عشان امنها امريكا شنت حروف في افغانستان وفي العراق عشان امنها في ظرف كلهم 3000 واحد اللي ماتوا انا النهاردة بلد مستهدفة بلد يراد تدميرها بلد يراد استنزافها انا بعمل ده لحساب مين اوه تفتكر ده اللي بتعمل لحساب المصريين مصريين مالهم مصريين عملوا صورة عظيمة وجاءت حكومة انتقالية وحننتخب بعد فترة وكل واحد روح بيته ام ايه الموجود النهاردة ايه الموجود النهاردة هل انا عندي خوانة بيحكموا لا انا عندي جيش مصر العظيم انتصر لثورة وقعد على جب عندي حكومة انتقالية تعالوا بقى حكومة الانتقالية دي اعمل مظاهرة يا سيدة ضد هذه الحكومة انها عملت واحد اثنين تلات اربعة بس مظاهرة سلمية وابقى انا عارفها كدولة رايحة فين وجاء منين حق التظاهر حق مكفول وقانون التظاهر ده جاء لدعم التظاهر السلمي لكنه قطع الطريق امام الفوضويين وامام الاخوان اللي كل يوم والتاني يقتل ناس في المظاهرات وتسال دماء مين يرضى بدا اي دولة ترضى بدا طب لما الاخوان دلوقتي بعد قانون التظاهر الجديد يحصل نوع من التقارب ما بينهم ما بين قوى الشباب الثوري دول ويبقوا بيشكلوا جابها فيها والنبي ما تسميش ثور يا اخ معتزم وإلا ملعون ابو الثورية زكاة عطبها في هذا الشكل هذه ليست ثورية هذه فوضوية طب يعني اقول لك الشباب الايه الفوضوي شباب مصري الفوضوي طيب اللي بيطلع وبيضرب وبيحرق البلد ده فوضوي طيب هو عموما مش كلهم حرقوا البلد ولا اي حاجة فيه ناس وقفة كانت بتقول لك احنا مش عايزين القانون ده فحد ذاتها عشان ايه همشونا ازاي بمزاكم ساعدتكم بس فيه تسعين مليون مصر نعمل استفتاء على هذا القانون اقسم بالله حتيجي النسبة ما لا تقل عن تسعة وتسعين في المئة طب تعمل استفتاء على هذا القانون حضرتك اللي بتقرر ولا الحكومة اللي لازم تقول لنا طب يريد يريد انزل عمل استفتاء طب ما عملوش استفتاء عمل استفتاء مش مطلوب يعمل استفتاء مش مطلوب لان ده واحد من المختضيات الامن القومي للبلد لمصر انا عاوز البلد دي تستقر احنا عملنا صورة ورا صورة انا عاوز مصر دي تستقر عشان تنهض ويبقى فيها امن واستقرار واتحر المؤامرة السادس معتز المؤامرة مشيت خطوة خطوة أول خطوة كانوا عايزين يجروا الجيش إلى الصدام ولكن نجح المشير طنطاوي ربنا يمسيب الخير في أنه يحمي الجيش المصري ولا يتعرض لاستفزاز نفس الأولاد دول بتوع يسقط حكم العسكر وإعدام المشير ونجح الجيش المصري على مدى 17 شهر أنه يبقى صامت ولم ينجر وكانوا عايزين يدخلونا في سيناريو سوريا ودير مؤامرة الأمريكية الإخوانية مع بعض الأطراف الأخرى نجح اتنين جون بعد كده بقى في زمن مرسي أرادوا الإنقضاض على الجيش وتفكيكه ويدخالوا في صراعات ويدخال البلد في حرب أهلية ولكن الجيش المصري الذي انتصر للثورة بقيادة الوطن الشريف الفريق السيسي دحر هذه المؤامرة المرة دي بقى هي مؤامرة تلتة ليه؟ يجب على المصريين أوعوا يتصوروا أن المؤامرة كفت ولا يتصوروا أنا رأيي لما جاء جون كيري هنا وقال أن الإخوان سرقوا الثورة من الشباب دي كانت إشارة لبعض الفئات اطلعوا بقى أنتو اللي تاخدوا البلد طلعوا بقى ده كلام جون كيري جون كيري أنا لا أعتمنه ولا أعتمن الأمريكان ولا أعتمن أي حد من العالم ده لأن التصرحات دي لقت استحسان في دوائر هو مين اللي وقف مع الإخوان هو مين اللي دعم الإخوان هو مين اللي غات أخر لحظة واقف مع مرسي هو مين أداة الأمريكان لتنفيذ مخطط شرق العوسة الجديد ما كان الإخوان يا أستاذ معتس النهاردة بقى بتحاول تدخل الصراع منحة آخر بقى الإخوان خلاص الشعب المصري عمل ثورة تانية وأطاح بحكمهم ودلوقتي هم موجودين في الشارع كطيار معارض تلاتين ستة والحكومة الانتقنية معارض للبلد طيار إرهابي كويس بيتأمر على مصر أنت النهاردة بتضيف لنفسك أعباء جديدة بأنك أنت يبقى عندك كذا طيار دلوقتي ينزلو لك ويقفو لك في الشارع فين الاستقرار اللي حضرك بتتكلم عنه أستاذ معتس الاستقرار هو أن يكون هناك قانون ينظم هذا الاستقرار الاستقرار هو أن يكون هناك قانون يضع حد لهذه الفوضى لما بضع حد لهذه الفوضى بعض الأطراف أنا بعتبر دي خلايا نائمة إخوانية أمريكية بعض الأطراف بتلاقيها فرصة بقى يلا بقى اقفز استغل لقضية بهم من فترة عادينا عاوزين يستغلوا قضية شوف لنا قضية نطلع بها بقى لا للمحاكمات العسكري مين قال ده القانون ده الدستور تعذر المحاكمات العسكرية للمدنيين إلا إذا أنا دلوقتي واحد جي حرق مؤسسة عسكرية هحكمه فين واحد جي أتى الزابط جوه واحدة عسكرية مدني جي أتى الزابط جوه واحدة عسكرية هحكمه فين واحد جي سرق سلاحة عسكري حواديل جنح أصر النيل في الدنيا كلها فيه قانون بشكل ده أمريكا عندها نفس الكلام كله في الدنيا كلها عندها نفس الكلام أي جريم على منشأة عسكرية يبقى أنا على طول لازم أحكمه بحكم عسكرية فليكن هو مش مشكلة أنه اعترض أنه هو يعترض من حق الشعب المصري أنه هو يستفتع على حاجة ويصبح هذا الاعتراض في خبر كان بصوا سيد معتز أنا عندي قانون عاوز تعترض ما فيش مشكلة قدم اختار في المدى الزمني الموجود واطلع اعترض أنا مش هقولك لا أنا لو حد عايز مظاهرة يقول لا للمحاكمات العسكرية أبيها بسبع تيام يا سيدي بقى تلت تيام تلت تيام يا سيدي بريطانيا ست تيام يا سيدي بعض الناس قدموا مظاهرة لا لوزير الداخلية مطالبة بإسقاط وخدوا تصريح رفض يعملوا بي يعني عايز ايه أكتر من كده ويجب أن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات والشعارات التي ستردت فيها طبعا طبعا قول أن أنا حامل شعارات وطنية أنا حامل شعارات معارضة للحكومة مش حولك لا لكن أنت بتزل كل شيء وأن البلد تتحول إلى فوضى وأداة للتغلغل والتآمر وجر الجيش والشرطة رجال الشرطة كل يوم بيموتوا هم بيدافوا عن نينا وعن أمننا وعن استقرارنا الجيش مؤامرة عليه في سناء بالعشرات يقتلون ما فيش حد من الناس دي حاسس بالدم ده ما فيش حد حاسس بالغلابة اللي كل يوم والتاني عادين يقولوا إمتى يا رب إمتى اللاقي فرصة عمل إمتى اللاقي لقمة عشق ويسة إمتى اللاقي هدوء واستقرار في البلد البلد مش خمس تلاف ولا تلت تلاف ولا مئة ألف ولا مليون البلد أكتر من تسعين مليون يا أستاذ معتزم يا إما في حكومة قادرة على إدارة هذا الملف يا إما تروح طالع مبارح معلومات إنه والله حراجع تراجعوا مين تراجعوا إيه ده أنتوا لو رجعتوا بندوا واحد ده أنتوا بتكسروا هيبة الدولة المصرية ويجب أن تحاكموا بتهمة الخيانة العظمى بس على فكرة حسام عيسى من شوية كان معي على التليفون وقال لي لا توجد نية لدى الحكومة لا تترى ولو عملوا نية إحنا اللي حنطلع له بقى حنتظهر ولما حنتظهر برضو حنتظهر بقانون التظاهر برضو بقانون التظاهر أنا شخصيا لو حامل مظاهرة هلتزم بالقانون وهتخطر الدخلية وذلك أنا مستغرب من العشرة 15 اللي بتوعى الخمسين دول أن إيه جمدوا بقى أنا حأتملك على وضع دستور وبتجمد عشان ناس خرجت عن سياق القانون وراح هتعمل مظاهرة بدون قانون أنت مفروض يا عضو الخمسين يا عضو اللجنة التأسيسية تبقى أكتر واحد حريص على الدستور خلينا إيه بعض القوة السياسية اللي بتزايد خلينا ما نعمقش بتزايدوا على حساب مين ما لاش نعمق الانقسامات خلينا إيه نمشي المركب لا لا المركب مش هتمش كده السبرة تأسر أنا مقولك بصراحة المركب تمشي بالقانون والحسم والعدل في كل شيء طبعا يعني إحنا مع الحرية إحنا مش ضد الحرية طبعا ما إحنا كل ما فيش حد فينا معناش من القهر لكن عندما تتعرض الأوطاد الخطري يسمعوا كلام ديفيد كاميرون عيس وزراء بريطانيا يسمعوا كلام الإدارة الأمريكية والكلام بوش قبل كده عن الإرهاب ما ليس معنا فهو ضدنا أنا عايز أسألك أستاذ مصطفى بكري بعدما نتوقف عند الاستراحة الإعلانية الأولى رجع لضيف الأستاذ مصطفى بكري أستاذ مصطفى معلش أين تجد الإخوان في التركيبة الجديدة في المجتمع أنا أولا بحيي تصريح السيدة الوزيرة اليوم اللي قيلت فيه إنه إذا حدث تراجع عن قانون التظاهر ستسقط هيبة الدولة وده الصحيح الحقيقة ولده أنا بقول لكل إخواننا يعني اللي بترتعش أيديهم بسرعة إنه ميزباتوا شوية وإنه إحنا داخلين معركة الحرب معلنة علينا ويجب أن نواجه ونواجه بالقانون مش هنواجه بأي عنف ولا بتاع بالعكس يعني يمكن العنف بياتي الآن من أطراف أخرى ومن الإخوان على وجه التحديد في كل المظاهرات وفي كل المؤامرات اللي بيحكوها ضد الوطن المصر أنا أحاول تتكلم عن الخطة دي دي خطة وضعها الإخوان للفترة القادمة ويواخدها حوالي سبع مجالات في مجال محور سياسي تتكلم عن عرقلة خارطة الطريق حيعملوا إيه؟ قالوا علينا أن نحن نظر مساوق الدستور نعرقل عمل لجنة الخمسين ونستهدف رموزها نعمل صياغة ورؤية للتعامل مع الاستفتاء على الدستور نعمل رؤية لما بعد الاستفتاء نعمل رؤية للانتخابات البرلمانية ورؤية للانتخابات الرئاسية وقالوا أن نحن لازم نسقط هيبة الدولة وما يسمى بشرعية الانقلاب قالوا أن نحن نوجد قيادة وممثلين بالخارج حكومة بالخارج ودي بدأوا فيها أن نحن نفضح جرائم ما يسمونه بالانقلاب في الأوساط السياسية الخارجية أن نحن نوضع استراتيجية لخرق القوانين واللوائح الحالية أن نحن نعمل ترميز لربعة ومرسي حكومة بالخارج حكومة عميلة تشكل في تركيا وفي كلام عنه بيتم ده دلوقتي وتتعامل مع مع دول العالم؟ طبعا مع الدول اللي هتعترف بها أمريكا كان أو مش عارف قطر تركيا أمريكا ما تعترفش بها جون كاري موجود لن تعترف بها لكن في هم بيحاولوا مع عدد من الدول وأولهم تركيا وقطر بالتأكيد استهداف رموز ووزراء ومسؤول الانقلاب زي ما بيقولوا محول اقتصادي وده خطر شديد جدا الهدف العام واحد عرقل التدفقات وتحويلات المصريين في الخارج عرقل التدفقات السياحة الأثرية والنيلية والشاطئية وكل أنواع السياحة الممكنة تكفيف منابع الدخل الحكومي الضرائب فواتير الخدمات وداع البنوك الضغط على الشركات الكبرى لسحب استثماراتها من مصر الضغط على المنظمات الدولية والإقليمية لوقف دعم الانقلاب عرقل التدفق لإستثمارات الخارجية المباشرة من مصر كسر وإضعاف دعم الجيش لقيادات قبلها يتكلم عن عرقلة الانقلاب عن حل المشاكل الاقتصادية والعمل بها مقاطعة شركات ومنتجات الدول للدعم الانقلاب تعطيل حركة النقل والمواصلات والطرق العمل على انتشار الإضرابات والمطالب الفئوية وتبني المطالب المعيشية إبراس خطورة ومساوئ مشاريع الانقلاب على مستقبل البلاد أمنيا واجتماعيا واقتصاديا تكلموا على ما يسمونه بمراكز القوة استهداف كبار المجرمين في كل مراكز القوة زي ما بيسموهم وفتحهم وإسقاطهم معنوينا ماديا العمل على الإيقاع بين مراكز القوة ومصالحها المختلفة العمل على تحييد بعض المراكز واختراقها بتكلموا عن كسر وإضعاف دعم الجيش لقيادة الانقلاب تبني مضمين إعلامية تخاطب الشعور الوطني والديني إنهم يقولوا يعني الحفاظ على وحدة الجيش ومكانته والحديث عن قتل واعتقال الضباط الرفضين للانقلاب استغلال العلاقات الأسرية والراوطة العائلية للضغط على أفراد الجيش تبني قضية سيناء وقناة سويس إعلاميا وشرح أبعاد الموقف الحقيقي أنت مصدق الكلام ده بالمناسبة؟ أنا أصدقه طبعا مصدق الكلام؟ طيب آآ إنما ده يعني آآ التنفيذ هيبقى إزاي؟ آآ ده 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 إحنا عايزين آآ قوة خارقة عشان تنافذ الكلام؟ أنا مش عايز أستهين بالعدو آآ مش بالخصب ده عدو مش عايز أستهيب بيه آآ هذا العدو ممول من الخارج آآ هذا العدو وعنده ثلاثة مليار جنيه دلوقتي الانتخابات البرامنية والرئاسية وإسقاط الدستور وما هينزلوا بالمناسبة في الانتخابات طبعا 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 هيجيبوا حد من بتوهم عمنا مفتوحة وغيره حينزلوا انتخابات الاسئية لا سخوا انتخابات البرامنية طبعا شغالين بس هم سيد مصطفى لا يعترفوا بشرعية خريطة الطريق هيجيبوا آخرين متحالفين معهم أو الناس بتاعاتهم أو الناس يشتروها وما لن يعداموا يعني حزب الحرية والعدامة يشتغلوا هيبقى له مرشحين أنا ما عرفش لكن أنا أعرف أن فيه إخوان حينزلوا وحدهم أو حلفاء للإخوان أو خلايا نائمة هتبقى موجودة بهدف أن هم يرجعوا تاني للمشهد السياسي طبعا طبعا ما احنا عندنا نص في الدستور بيقول الحزب الأكثرية أنه هم جم وجابوا عشرين في المية وكل القوة التانية كل واحد جاب خمسة في المية وثلاثة في المية وثلاثة في المية هم يشكلوا الحكومة الناس دي نايمة أصلها الشعب المصري ده لازم يدرك تماما أنه في مؤامرة بتتعمل عليه وأن هذه المؤامرة إذا ما صحناهاش لغاية من دلوقتي سيعود الإخوان مرة أخرى بشكل أو بآخر بشكل أو بآخر لكن أنا على ثقة في وعي الناس إنما ده مش معناه أن نحن نسلم بالأمر الواقع نقول خلاص انتهوا لأهم ما بيتأمروا ومعهم أطراف والأمريكان معهم وإسرائيل تخطط أيضا لتدمير هذا الوطن عبر هذه الأدوات الخطة أكبر مما نتصور يا أستاذ محتز والخطة شغالة واللي يقرى المحاور دي يعرف أنهم هشتغلوا بسياسة النفس الطويل يعرف أن اللي بيحصل النهاردة يعني هما مثلا ضمن الكلام بيقولوا بيقول يجب أن يكون هناك تحالف بيننا وبين شباب الثورة وندعمهم وهو ده اللي بيحصل دلوقتي إنه دول مين النهاردة اللي بيقود المعركة ضد قانون التظاهر مش هما هما كشفوا بيوتوب طلعوا الشباب ده عشان يخشوا يتقاني مع الدولة ويحدث انقسام مجتمعي ويكون في النهاية الإخوان هما الربحين مش دول يعني هما زي ما زقوا بيهم في يوم الآية مش هلقول يسقط حكم العسكر طب هما طلعوا الشباب ده طلعوا الشباب ده يعني اللي يسمع كده يقول مش بعض الشباب ده مش بعض القيادات دي كانت وعفة في الفيرمو وانت برضو ده صحيح مش وعفة برضو بس السياسة ما فيهاش حاجة جمدة السياسة دي كائن متغير اللي عايز أقوله إنهما اللي يسمع الكلام ده يقول إن الشباب هما اللي عملوا القانون مين ادى لهم الفرصة إنهما يعترضوا على القانون مش اللي طلع القانون في هذا التوقيت وانت مش عايز القانون يطلع يا سيد معتزو عايز القانون يطلع بس قانون يطلع بعد ما تناقشوا تناقشوا هات ثلاث شهور وراح للمجلس القوم المجلس القوم يقول إنهما ما اخدوش ليه بتوصياته هي ايه التوصيات هتلي توصية وحدها كلها كلام في الصياغات ولا توصية كان الكلام من سبعة أيام لخمستاشر وبنزلوا لتلات أيام عاوزين ايه عارف كانوا عاوزين ايه يقول لك لا المزاهرة تتعمل ووزير الداخلية هون يروح يعترض قدام محكمة القضاء الإداري أو قاضي الأمور الوقتية تم الزادي بأي منطق بقى أنت كلهم تجيب لي خمسمائة ألف اختار حتولي أنا حامل مزاهرة هروح أنا كوزير الداخلية أخذ ورا واطلع بيه نات مش عاوزين الكلام في التفاصيل لأنه واضح أنه موضوع ما حدش هيبقى مواثق عليه بنسبة 100% خلاص وقد صدر القانون النهاردة الحكومة أنا أتكلم عن أمن البلد الحكومة أكدت الحكومة أكدت أنها لن تتراجع وأن هي مصورة ولو تراجعت ما فقدت شرعياتها وارتكبت جريبة الخيانة العظمى طيب بعد قانون يطلع وأنا النهاردة بلد مهدد بمشاكل وأزمات وفوضى وارجع تراجع فين هيبت الدولة فين قوة الدولة هذه حرب نحن نخوت حرب المتصور أني ده حوار جدلي ومجتمعي يبقى مش فاهم حق خريطة الواقع نحن نخوت حرب ضد المتائم والله إحنا بنحارب أمريكا وأدوات أمريكا نحن نحارب أمريكا والمشكلة بيننا وبين أوباما هو مشروع الشرق الأوسط الجديد هو تفتيت مصر وتفتيت الوطن العربي ده المشروع الباقي ده كله فتفيته كلام فاضي هي ده القضية أنه يراد لهذا الوطن ويراد لجيش هذا الوطن أن يسقط وإذا سقط جيش مصر وعمره ما سيسقط بإذن الله انهارت الدولة المصرية تفتكر أمريكا هتعيد النظر في مسألة المساعدات اللي هي جمدتها وبعض الخطوات والإجراءات اللي عملتها بعد تلاتين ستة ولا العلاقات تفضل متوترة أنا رأيي أن المؤامرة الأمريكية ستتضح فصولها في الثلاث مراحل الجهين الدستور البرلمان الرئاسة هم لا يريدون لخارطة الطريق أن تمضي أنا لما تيجي تقولي كمواطن أنا كمصطفى بكري ملاحظاتك إيه على الدستور حاول والله أنا بشايف بعض الناس بعض وليس كلهم في لجنة الخمسين بيذكروني بمقولة سعد زغلول في يوم الأيام على لجنة الدستور 23 لأسمها لجنة الأشقياء يا رجل في حد عائل يشير نسبة الخمسين في المئة عمال وفلاحين دلوقتي يا أخي خليها خمس سنين أنا عايق ده تلات تربع المجتمع دول أشير نسبة الخمسين في المئة وبعدين آج أقول إيه لأ أصلا أنا حخلي الخمسين في المئة محاصصة حد كوتل المرأة وكوتل الشباب وكوتل الأقباط وكوتل للعمال والفلاحين طب كمان إحنا بقى عايزين كوتل الصعيدة وكوتل النوبة وكوتل أبناء السينة وكوتل أبناء بحري وكوتل الأشراف وكوتل الهوارة وكوتل الجعفرة بس ننكر ننكر أن كل الشرائح دي كانت بالطالب بتمثيل أقوى داخل البرلمان المشكلة أنك تمزق المشكلة أنك تحدث انقساما مجتمعيا يعني أنت شوف لها صيغة تعيين شوف لها أي صيغة أوكي سد بها النقص ده لكن تيجي تقسم بهذا الشكل طب أنت رأيك إنجاز الدستور بالنسبة لك سيد مصطفى باكري هل يتم لأننا سمعوا أن بكرة في تصويت على المسودة النهائية وأن الاستفتاء هيبقى في أواخر ديسمبر أوائل يناير هل حضرتك شايف كلام ده واقعي؟ شوف أنا أزولك حاجة أولا إذا محكمت القضاء الإداري أو حلت جامعية خمسين هنبقى قدام علامة استفهام كيف ستتعامل دي واحد اتنين إذا أنت عملت استفتاء والاستفتاء ده بسبب إخواننا اللي في لجنة الدستور هم؟ الخمسين بعضهم دلأسف يعني اسمحوا لأقول أنه ما ندومش أفق سياسي وبقت المسألة مركزة في النهاية في شوية مطالب فقوية والخناءات كلها خناءات على مسألة فقوية وتعمدوا في الفترة الماضية أنه يظهروا الوجه السيء لبعض المواد ومنها الخمسين في المئة عمال وفلاحين ماذا لو الدستور جاب خمسة وخمسين في المئة أو ستين في المئة ده معناه كده عمليا بره وجوه أن الاربعين في المئة دول إخوان يؤسفني القول أن بعض القوى المدنية طلعت وإحنا مش هنصوت على الدستور وبعض التيارات اللي بتقول نفسها سورية أو مش هارفين إحنا مش هنصوت على الدستور يعني بيصب في خانة الإخوان شوفوا قدينا محروق من جوايا على اللي حصل وعلى مواد دستورية عديدة ما فيش مجال نفصلها لكن في النهاية أنا لو رحت إيدي دي مش هتعرف إلي تقول نعم لأن أنا عارف مخاطر الوضع الراهن حيودل فين لو ما قدرناش نطلع الاستفتاء على الدستور بنسبة لا تقل عن خمسة وسبعين أو ثمانين في المئة هيبقى فيها إشكالية حقيقية عشان كده أنا بقول بطلب من رئيس الدولة يا سيادة الرئيس طلع إعلان دستوري قول فيه إذا لم يتم التصويت بحد أدنى نعم خمسة وسبعين في المئة من مجموعة المصوتين للدستور يجب إعمال دستور واحد وسبعين بالتعديلات اللي جرت فيه التسع مواد اللي قبل كده اللي تمت في الإعلان الدستوري بتاع تلاتين مارس أنا عايز أقول لك يا أستاذ معتز لو لو محققش الاستفتاء خمسة وسبعين في المئة خمسة وسبعين في المئة على أقل يطلع لان دستوري بنعم يقول لنا لو ما لو خمسة لو أقل من خمسة وسبعين في المئة من شعب البصر ما قالوش نعم يبقى الدستور ده لا يعبر عنينا خلاص موضوع ما ينفعش طب ولو جبت استدعي الدستور قديم ده بإجراء ديمقراطي لا ده أنا عايز أقول لك حاجة أنا بقول حقيقة والناس موجودة يوم تلاتة يوليو لما جم قاعدوا على الترابيزة البلدعي والتمرد ومش عارف مين ومين ومين أه والأزهر والكنيسة والجيش وكله اتقال اتوافق اتوافق على العمل بدستور واحد وسبعين ووافق البردعي ووافق الشفاء بالتمرد كلهم وفقوا ما عدا ممثل حزب النور أه ليه عشان مادة 219 ومش عارفين فاضطروا اللي قاعدين قالوا طب بدل ما يخرجوا يعملين فرقع خلينا نعمل ده إنما صدقني كل من جلسوا على الترابيزة قالوا دستور واحد وسبعين دستور واحد وسبعين مع تعديل التسع مواد أفضل من أي دستور دلوقتي خلي بالك اللي دخلونا مش عارف ايه دستور واحد وسبعين ماشي كان فيه تسع عشر مواد معترضين عليهم اتغيروا اتغيروا بمقتدر اعلان دستور الصادف تلاتين ماس اللي قبل كده فأنا بطلب من رئيس الجمهورية نعمل ده ضيفي النهار ده في مصر الجديدة لأستاذ مصطفى بكري هو من المؤسسين لجبهة جديدة بعنوان جبهة مصر بلدي يا طرح استاذ مصطفى ايه الهدف وايه الفكرة والله استاذ معتز احنا من حوالي من عدة أشهر واحنا فيه محاورات ومدولات بين اتجاهات ومثقفين ورموز سياسيين متعددين كيف نستطيع ان نصطف في هذا الوقت التاريخي المهم والصعب لنكون فصيل وطني متقدم هدفه حماية الدولة الوطنية هدفه الدفاع عن مؤسسة الدولة هدفه التصدي للبخطط الأمريكي والإخواني والصهيوني لعرقلة وتدمير وإسقاط الدولة المصرية هدفه كشف أبعاد مخطط الشرق الأوسط الجديد هدفه أن نحن نتمم خارطة الطريق إلى نهايتها كلها أهداف متعلقة بحماية هذا البلد معكم مين؟ معنا أمبرح أو الأمبرح كنا مجتمعين مية وعشرين رمز سياسي وفكري وثقافي وقانوني ووطني اخترنا كان معنا طبعا دكتور علي جمعة حضر وألقى كلمة اخترنا رئيس شرفي الجبهة وهو على فكرة اللي اقترح جبهة مصر بلدي الاسم يعني اخترنا اللي هو أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق وصاحب المواقف المعروفة والوطنية والذي واجه النظام بكل قوة ورفض أن يطلق يعني قنبلة حتى على المتظاهرين السلبين لأنهم كانوا سلمين خدناه منسق عام وخدنا أيضاً اللي هو صلاح المعداوي اللي هو كمحافظة أهلية قبل كده خدناه مساعدة منسق العام واخترنا سيد قدر أبو حسين ابن سهاج ومحافظ حلواننا السابق أميناً عاماً مصطفة باكري متحدث رسمي واثنين أمناء مساعدين خدنا محمد بدرشيني وهو ناصري معروف وخدنا الدكتور عصام النظامي وهو واحد من شباب الثورة وخدنا الدكتور محمد أبعال رئيس جهاز الرياضة قبل كده أمين للتنظيم وعندنا أمنات كتيرة هنوعلن عنها في الأيام القادمة يعني دي هتبقى جبهة في إطار المنظمات المجتمع المدني جبهة وطنية جبهة وليست حز اه مش حز بالسياسة لكن هذه الجبهة هتبقى في الفترة الجاية مهمتها أيضاً المشاركة في تنفيذ خارطة الطريق يعني برلمان هنفتح باب دخول البرلمان وحنا على الفكرة دوقتي عندنا 360 مرشحة دي البرلمان موجودين من جوة الجبهة من كل مصر من جوة الجبهة نشغلين من فترة ما كنا نشتغل بدون إعلان ويمكن لسه ما أعلناش بس بيان تأسيسي طلب مني أن أنا أعلنه وإنما حتى ما عملناش مؤتمر صحف ولا حاجة وكم رأي اللي هو أحمد جمال دي احنا هنعمل مؤتمر فيه مش أقل من عشر تلاف شخص الأيام الجاية احنا موجودين في كل المحافظات الآن هنبتدي نعمل هذا المؤتمر لنعلن عن أنفسنا ونذكر البيان التأسيسي ويعقد حينها مؤتمر صحف عندكم مخاوف أنتو كجبهة جديدة من أنه يحصل أي عرقلة لمصار خريطة الطريق طبعا نحن ندينا مخاوف شديدة يعني هو ده السبب اللي أنشئت من أجله ده جزء ده جزء إنما نحن نريد أن نحمد دولة الوطنية نحن نريد أن نكون الظهير السياسي للشعب المصري احنا ما حدش فينا له غرض خاص ولا بيسعى إلى كذا نحن نريد أن نكون صوت أبناء مصر احنا صوت للي دمهم محروق على مصر صوت لكل وطني مش مرتبط بأجندة صوت لكل وطني لا يسعى إلى شيء عايزين مصلحة البلد دي طبعا وإحنا بنقول هذا الكلام بنفتح صدرنا للكل للكل بلسسنا إلا اللي صادر ضد حكم قضاء الجنائي كان أو سياسي والذي لا يؤمن بخارطة الطريق أو أهداف صورتين 25 يناير و 33 يناير اللي ما يؤمنش بدول ما ينفحش معنا إنما أنت مؤمن ووقن بخارطة الطريق وعندك قدرة على أنك تشارك معنا في وفق هذه المنظومة احنا هزين ناس وطنيين ضد الفساد ضد الاستبداد ضد التبعية مع الاستقلال الوطني ضد الفوضى مع القانون والدستور هم دول اللي احنا هزينه فاحنا هنبقى موجودين كفصيل قوي احنا يعني لا نعادي أحد احنا عدقنا الشديد لمن يهدم الدولة الوطنية للمحور الإخواني الأمريكي الصهيوني المعادي لهذا الوطن بس ممكن بس ما تزعلش مني ويتسع صدرك فاكر جبت الضمير اللي هي اتعملت أيام محمد مرسي ردا على جبت الانقاذ دي اسمها جبت عملاء الإخوان ما يعرفوا ضمير ولا عندهم ضمير كان عندهم برضو نفس النواية عمره ما كان عندهم نفس النواية دول طلعوا عشان يبقوا لسان مرسي أو الرديف بتاعه اللي بيشغلوهم مكتب الإرشاد ما انت عارفهم كلهم يعني ما انت ممكن جدا يتقال عليكم ان انتم لسان القوات المسلعة ياريت ده شرف لنا اقسم بالله هو في حد يطول لجيش مصر العظيم هو جيش مصر انا فاهم بس هل جيش مصر هيعمل جبهة مش هيعمل الجيش لكل المصريين مش لجبهة احنا ابناء الشعب المصريين احنا معانا الدكتور امانال عمر معانا الدكتور محمود كبيش معانا الدكتور جمال سلم مش عايز اعدل الاسماشة ما توهش ناس لها مواقفها الوطنية القوية في زمن الإخوان كل قوة مش حد هيزاد على حد مش حد هيزاد على وطنية حد احنا ماذا نريد نحن نريد لهذا الوطن ان يخرج من كبوته نحن نريد خارطة الطريق ان تنفس اللي يلتقي معانا اهل وسان الجيش يلتقي معانا اهل وسان الشرطة يلتقي معانا اهل وسان القضاء يلتقي معانا اهل وسان الشعب دي مبادئ عامة موجودة في الضمير الوطني المصري احنا عايزين البلد تقوم وتقف على رجلها مش عايزين نطلع بقى شوية هنا وشوية هنا ويصبح هذا الشتات في النهاية بيستخدم ضد كخنجر ضد هذا الوقت انا مش عايز اكون متشائم بس برضو محتاج اسألك واحنا بنختتم هذا الحوار الآن استحقاقات تلاتة مهمة جدا لتنفيذ خريطة الطريق اللي المفروض العالم كله هيبتدي يعني ايه ننتقل بقى من مسألة ان حد يكون فيه خلاف اللي عصل في تلاتين ستة دي عبارة عن صورة والانقلاب على مستوى المجتمع الدولي يعني خريطة الطريق تسكت الالسنة فدلوقتي عندك دستور عندك انتخابات برلمان عندك انتخابات رئاسة هل تنجز هذه الاستحقاقات في الظروف اللي انا عايشين فيها دي شوف انا اتمنى ذلك انا اتمنى ذلك ولكني ادرك ان حجم المؤامرة كبير جدا ضدنا وستاذ معتز احنا ما عندناش قوة سياسية فاعلة وحقيقية اغلبها ممزقة واللي طالع يقول لي بالقيمة واللي طالع يقول لي مش عارف ايه وحسابات صغيرة اوي اوي انا عايز اقول للناس الاخوان عندهم الفلوس وعندهم استخدام الدين في غير محلو من حساب السياسة وعندهم منطق المؤامرة وانا بسأل وبقول هل احنا بالفعل الان كشعب مصري مستعدين لانتخابات البرلمان وتتلوها انتخابات الرئاسة وبهذه الطريقة هل احنا فعلا انا اتمنى ان نكون كذلك لكن اللي انا شايفه في لجنة الخمسين والعمال اللي بتتعمل دي وحجم التمزق اللي بدأ يا تري بعد البتاعة ده واللي الاخوان مش بعيدين عنه خلي بالك الاخوان مش بعيدين عن المشهد اللي بيحصل ده دلوقتي ليه قالنا خليموا الله ببعض وحنا نتفرجوا في الاخر احنا نقفز على السلطة وانا بقول لكل واحد من القوى المدنية سيتحمل مسؤولية تاريخية في يوم الايام اذا المشهد ارتبك او تغير الاخوان يقفزوا على السلطة مرة تانية طبعا بعد تلاتين ستة طبعا طبعا وانت عجبك اللي بيحصل ده النهاردة اذا كان النهاردة طالعين التحالف دعم البتاعدة طالع يقول لك ان احنا بنمد ايدينا للشباب وحنا نتحالف معهم مفيش واحد طلع وقال والله احنا لانا نتحالف مع الاخوان حد شاء الله احمد مير كان معي على التليفون وقال لي مديش دعب الاخوان انا بقول ما حد سرد على البيان دل غير دلوقتي غير دلوقتي مفيش رد رسمي امريكا يا استاذ بتشتغل والصهينا بيشتغلوا وكله بيتكالب على هذا البلد كله بيتكالب على هذا البلد لكن البلد ده ربنا حرصه طالما فيه جيش عظيم وطالما فيه رجال زي السيسي وطالما فيه شعب مصري عظيم حننتصر هينزل السيسي يرشح نفسه رئيس لو منزلش هننزله بالعافية 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 عارف ليه افرد هو مش عايز عارف ليه لان اللحظة التاريخية تستدعي وجوده هتلي بديل يا استاذ معتز وانا اقول لي استاذ فريق السيسي وقعد في بيتك هتلي بديل يا جماعة يا جماعة احنا قاعدين نزايد على ما انا انا شوف كل تجارب العالم الاخر انا عايز بلدي انا عايز الوطن ده انا عايز مصر انا عايز مش عايز ولادي يتشردوا ويطلعوا بره وتروحوا جوه ده في فترة الاخوان مليون مصري خرجوا ما بالك لو البلد دي حصل لها مشكلة الامة كلها هتدفع التمن الناس لازم تجرد نفسها من المطامع الشخصية ومن المؤامرات ومن الناس اللي مشغالة بالزنبلك البلد دي ليه دين علينا وعلى كل انسان لازم نقف وجيشها العظيم وشرطتها والله انا اقفل كل شرطي مصري واضرب له تعظيم سلام الناس اللي بتموت دي وبتدافع عن بلد في سينة وفي كل حتة زباط الزبط بيطلع محمد مبروك ده ايه زنبه يتقتل في از النهار عشان بيقوم برسلته وبدوره احنا قدام تنظيم ارهابي وحيستخدم السلاح الفترة الجاة وانا بقول لكم وبقول للناس كلها سيستخدم السلاح وحرب الاغتيالات بكل ما يملك ولكن هذا عنوان اليأس لكن ده مش معنا ان المؤامرة وقفت او توقفت انا بشكرك جدا على هذا الحوار وبتمنى لك دايما يا استاذ مصطفى كل التوفيق وربنا معاك وربنا مع مصر يا استاذ مصطفى وربنا مع مصر وربنا مع الجميع طبعا مصر بلدنا وام الدنيا وهتبقى قد الدنيا ان شاء الله استاذ مصطفى بكر يتلقى التمريرات ويحرز الاهداف وانا بشكر طبعا اعلامي محنك